ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وعنصامة وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحمد يقضي يوما مكانه ما ذكره المسلف رحم الله هنا من حديث أبي هريرة هو أحد قولي العلماء في من أفطر متعمدا من الذي يترتب على فطره فمن أهل العلم يقول إن من أفطر متعمدا بأي نوع من أنواع المفطرات سواء كان ذلك بالجماع أو كان ذلك بالأكل أو بالشرب أو غير ذلك فإنه لا ينفعه أن يأتي بيوم مكانه طيب ما المخرج من هذه المعصية ومن هذا الذنب المخرج هو التوبة إلى الله تعالى والإكثار من العمل الصالح في الجملة وفي الصيام على وجه الخصوص لعل الله أن يكفر عنه أما الجمهور وهو قول الأئمة من المذهب الأربعة يرون أنه عليه الإثم بفعله وعليه التوبة ومن توبته أن يقضي يوما مكانه يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسد واستدل لذلك بما رواه أصحاب السنن وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القياء فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والاستقاء تفساد الصوم متعمداً لكن أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن ذلك محمول على ما إذا استقاء للمرض فلا يفعل ذلك أحد على وجه التشاهي إنما يفعل ذلك لما يجده من ألم أو ما يجده من ضيق فيستقي بإخراج ما في جوفه يطلب إخراج ما في جوفه بطريقة من الطرق لأجل أن يدفع أذى ما يجده فهذا معذور فيدخل في أنه إنما يقضي المعذور فكما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر في عدة من أيام أخر وستدل أيضاً ببعض روايات هذا الحديث الذي سيأتي حديث المحترق أو الحديث الذي جامع أهله في نهر رمضان ففي رواية أبي داود قال وصم يوماً مكانه صم يوماً مكانه إلا أن هذه الرواية قال عنها الجمهور إنها غير محفوظة معنى غير محفوظة يعني مخالفة لرواية الثقات فأكثر من روا الحديث لم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم صم يوماً مكانه فقالوا إذا ليس هناك ما يدل على أنه يصوم يوماً مكان اليوم الذي أفسده طيب ما المخرج؟ المخرج ما ذكرت من أنه عليه التوبة إلى الله والإكثر من العمل الصالح وليس عليه أن يصوم يوماً مكانه لا تخفيفاً إنما لأن الجرم عظيم كما قال فيما ذكر أبو فريرة من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقبه وفي رواية لم يجزه صيام الدهر وإنصامه ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أفطر يوماً من رمضان متعمداً من غير عذر فإنه يجب عليه أن يصوم ألف يوم لقضاء ذلك اليوم وقيل بل يصوم السنة كاملة وقيل بل يصوم شهراً كاملاً يصوم ثلاثين يوماً وقيل يصوم عشرة أيام وقيل يصوم يوماً واحداً هذه أقوال القائلين بأنه يقضي مكان ذلك اليوم يوماً والصواب أنه لا ينفعه القضاء إنما المطلوب منه أن يكثر من التوبة وذكر أيضاً به قال ابن مسعود هذا إشارة إلى الرواية الثانية أي قال ابن مسعود بأنه لا يجزئه صيام يوم مكان اليوم الذي أفسد وقال سعيد بن مسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم أي النخعي وقتادة وحمد يقضي يوماً مكانه فهذا قول جمهور التابعين وعليه جرى جمهور الفقهة من أصحب المذاهب المشهورة ترجمة نانسي قنقر